يبقى بحثٌ إثباتي لا ثبوتي يعني ماذا؟ يعني أنه ما هو الطريق لمعرفة هذه الأمور الثلاثة؟ خصوصاً مسألة الأعلمية والأعلمية ماذا؟ في ماذا؟ مو في الفقه الأصغر أو في جزءٍ من الفقه الأصغر بل في منظومة المعارف الدينية ما هو الطريق لذلك؟ الجواب كانت سيرة علماء الإمامية مذ أصر الغيبة الكبرى لأن عصر الغيبة الصغرى الإمام بعده حاضر هو يدير الأمور مذ أصر الغيبة الكبرى وإلى مئة وخمسين سنة قبل أن الدليل على ذلك مولانا مو أنه هذا يحضر عندي ثنياً طلاب ويشهدون بأعلميتي وذاك ثنياً طلاب ويشهدون ماذا؟ بأعلميته وذاك أربع ويشهدون بأعلميته ثم الأوضاع تتطور وإذا يصير فتشياء إعلامي لا تعلم أصوله من أين؟ يصير فلان أعلم لا تراث ولا كتاب ولا كتاب أبداً لم تكن هذه هي الطريقة الطريقة كانت ماذا؟ مقدار إنتاجه وتراثه هو الذي يعين أنه هو الأعلم أو ليس ماذا؟ لتعبرون أعلم لأن هذا تعبير الأعلم متأخر جداً أصلاً نحن في أدبياتنا ما موجود تعبير إلا لعلهم من صاحب المفاتيح الكاشاني ولا قبلها هي تعبير الأعلمية ما موجودة ولذا تجدون علم من الأعلام وهو الشيخ خمد إحسين كاشف الغطاء هذا الرجل الذي كان مظلوماً في عصره وإلى الآن مظلوم أيضاً هذا الرجل اللي أنا قلت مراراً يعبر عنه السيد الطباطباء أنه قال بعض أعاظم المحققين وواقع الإنسان عندما يرجع إلى تراث هذا الرجل يجد أنه كان علماً كبيراً من أعلام العلم للأبعاد الأخرى يسأل يقول على القول بوجوب تقليد الأعلم هل يتعين بالشياع في زماننا هذا مع الشيوع بعض الأغراض الفاسدة من الأغراض السياسية وغيرها أو لا بد من طريق آخر اللي هو يعبق قيام البينة يقول من؟ كاشف الغطاء ذكرنا في تعاليقنا على كتاب سفينة النجاة الجزء الأول أعزاء هذا في كتاب الفردوس الأعلى طبع الدار المحجة صفحة ثمانية وسبعين وتسعة وسبعين يقول ذكرنا ما هو المعيار والميزان الصحيح الذي لا ميل فيه ولا حيف وخلاصة ذلك أن طريقة الإمامية أصلاً كانت هذه القاعدة أن طريقة الإمامية في تعيين من له أحقية المرجعية إذن الحديث في الأعلمية لو في المرجعية ها؟ مو في الأعلمية في المرجعية من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصاري اللي قلت إلى سنة 1267 أو 1280 وفاة الشيخ الأنصاري هي ماذا؟ ما هو الطريق؟ مو الطريق مولانا بين نفرين أو إذا اكتفينا بواحد هماتي أنا في الموضوعات نقول ماذا؟ شخص واحد لا هي مقدار إنتاجه وكثرة مؤلفاته أي مرتبطة بالبعد الأول وعظيم خدماته للشرع والإسلام ومساعيه في صيانة الحوزة والذب عنها هذا الذي مرتبط بالبعد ماذا؟ الأقدرية بعد يضيف فالجملة لا أعلم هسا الظروف لابد الروح نعيشها لأنه ما هي الظروف كان يعيشها حتى يقول هاي الجملة يقول لا ببذل المال وكثرة الدعايات الناشئة من الأطماع والأغرام لأن المال أنتوا الآن تعلمون بأنه في كثير من الدول المال السياسي جدي يسوي ها؟ قولوا معي المال السياسي جدي يسوي ده يسقط أحزاب ويقيم بدلها ماذا؟ أحزاب الآن دخل أنا أدخل هذا في القاموس الديني في القاموس عندنا في القاموس الديني المال الديني لا المال السياسي هذا المال الديني بدأ ماذا؟ يحول مرجعية إلى أخرى حقا أو باطل إلى أن يقول في الحاشية اللي هو مرتبط بسفينة النجاة يقول والزعامة الدينية تكون لمن تشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعمائة والشيخ الصدوق له ثلاثمائة مؤلف وهكذا كان هو المعيار الصحيح والميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح والشيخ الأكبر كاشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري ثم يعلق هذا التعليق العجيب يقول وأما الرسالة العملية وإن تعددت فلا تدل على شيء ما بها دلالة التفتوا ما بها دلالة إثباتية قد يقول الشخص ماذا؟ أعلام أكفاء أقدار البحث موذبوتي هذا أولاً وثانياً البحث مو مصداقي أعزائي ليروح أذهنكم إلى فلان وفلان السيد ده يتكلم على فلان أبداً 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 ده يتكلم ماذا؟ المشروع العام وهذه النظرية أعزائي كونوا على ثقة موجودة في كلمات الشيخ الصاحب كاشف الغطاء موجودة في كلمات سيد الإمام قدس الله نفسه موجودة في كلمات السيد محمد باقر الصادر موجودة في كلمات شيخ مظفر موجودة في كلمات السيد الطبطبائي موجودة في كلمات الشيخ المطهري الاجتهاد في الإسلام بيعجبني أكو كتاب مترجمة لأن الشيخ المطهري اقرأوا جيداً الاجتهاد في الإسلام موجودة موجودة في كلمات شمس الدين موجودة في كذلك كلمات كثيرة من العلم كل ما في الأمر أنا هذه نظمتها رتبتها وأضفت عليها ما هو موجود عندي تتمة الحديث